السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أهلا وسهلا بكم في درس جديد من شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى مع الحديث رقم 11 وهو حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك الحديث ده من القواعد اللي لو الإنسان جعلها في حياته هيرتاح كتير جدا في كثير من الأمور اللي بدي يحتار فيها كتير من الناس ممكن يعمل عمل ولكن العمل ده هو مش عارف هو حرام ولا هو حلال لكن هو مش مرتاح عنده شك هل العمل ده حرام ولا مش حرام هل المال ده حرام ولا مش حرام هل القول ده حرام ولا مش حرام فالقاعدة دية اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعني أسسها لنا بتريح الإنسان في كثير من هذه الأمور وإحنا كنا اتلمنا قبل ذلك عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه الحلال وبين والحرام وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يعني الحاجة اللي أنت شاكك فيها خلاص سيبها واعمل الحاجة اللي ما فيهاش أي شك والعلماء لما يتكلموا عن هذا الحديث يتكلموا عن مسألة أن الإنسان دائما يكون مع الأمور المتيقنة ما يحطش نفسه في خانة الشك خليك في الأمر اللي أنت متيقن من صحته خليك في الأمر اللي أنت متيقن من اللي أنت فيه على خيط الحاجة اللي فيها شك الحاجة اللي فيها ريبة فأنت ابعد عنها ابعد عنها أنت كده عملت إيه أنت كده طلبت السلامة لنفسك أنت كده على أرض ثابتة مش خايف بعد كده يطلع الحاجة اللي انت عملتها صح او تطلع غلط لان النهاردة كتير من الناس للأسف بيروح يتعامل معاملات هو شاكك فيها وسبح الله كنت من ايام كنت بتكلم مع حد في مسألة من مسائل الطريقة حاليا زي العملات البيتكوين وكده يعني فبيتكلم في ايه بيقول ان فيه امثلة كثيرة من مثل هذه المعاملات منتشر الان بين الشباب يعني فبيسألني فيها بيسألني حكمها ايه فقلت له الله هو الامر مش واضح حاليا علشان يعرف يعني اعرف ان انا اقول لك فيها حكم لا سيئة ان انا ما عندش معلومات كتير عنها مش انا الواحدي بس اذا حتى المجامع العلمية ما عندش معلومات كتير عنها لان ده لسه امر غامض يعني لسه ما فيش اي معلومات توضح مهية هذا الامر او كيفيته او ايه تفاصيله او كده فكان من الحاجات ان انا اتكلمت معاه فيها ان انا قلت له للأسف من الحاجات او من الطرق اللي الناس بتتعامل بها الايام دي طريقة خاطئة ان الانسان لو في حاجة مش واضح حكمها يبدأ يعملها ويقول بقى ده كده قدنا هنشوف على رغم ان ده غلط ده النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن هذا الامر قال وبينهما امور مشتبهات لا يعلمها او لا يعلمهن كثير من الناس يعني الحلال والحرام في بينهم حاجات احكام احكامها مش واضحة او في مسائل احكامها مش واضحة فبعض الناس بيتعامل معها غلط انه يروح يعمل الحاجة اللي حكمها مش واضح ويقولك بعد كده اهو بقى هنشوف بقى لو كان طلح حلال او طلح حرام ده تعامل خاطئ هنا النايب صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك الحاجة اللي فيها شك الحاجة اللي انت تشاكك فيها الحاجة اللي متوقع انها ممكن تبقى غلط الحاجة اللي متوقع انها ممكن تبقى صح مش عارفين لسه مش محسومة فهنا النايب صلى الله عليه وسلم يقولك دع ما يريبك الى ما لا يريبك فكل تعامل كل قول كل فعل كل حاجة انت شاكك فيها ومش متيقن من صحتها اتركها واعمل الحاجة اللي انت متيقن منها لما انت كده وقفت على ارض ثبتة مش الان حتى يعني لو تبين بعد ذلك ان هذا الامر كان صواب فانت مش هتلم نفسك ليه لان انت طلبت السلامة لدينك ولنفسك عند الله سبحانه وتعالى فده الحديث الحداشر وطبعا هو في القاعدة وحنا كنا تكلمنا عن شيء منها يعني قبل ذلك في الحديث اللي احنا ذكرناه اللي هو حديث الحلال بين والحرام بين الحديث اللي بعد كده هو الحديث رقم اتناشر وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه الحديث ده اختلف اهل العلم في تصحيحه وتضعيفه بعض اهل العلم بصحاحه بعض اهل العلم بضعفه وفي بعض اهل العلم قال انه حسن لغير يعني حسن بكثرة شواهده وغير ذلك لكن لا شك ان معناه صحيح ان من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه يعنيه هنا من العناية يعني الاهتمام ولا شك ان ما فيش انسان عاقل هيهتم بحاجة ما فيش فيها فايدة ليه يعني ده الطبيعي تقريبا ده المبدأ اللي لا يختلف عليه العقراء اننا مشهروه هاهتم بحاجة في الاخر مش هتعود علي بفائدة او بنفع فاي حاجة ليس فيها نفع لي فانا ليس من العقل ان اهتم بها ليس من العقل ان انشغل بها وهو ده المعنى اللي النبي صلى الله عليه وسلم عاوز يوصلهن ان من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه يعني من علامات حسن اسلامك من علامات حسن اسلامك ان الانسان ما ينشغلش بالحاجات اللي ما فيهاش فايدة من الحاجات او ما ينشغلش بالحاجات اللي ملهاش اهمية في حياته ما ينشغلش بالحاجات اللي مش هتعود عليه بنفع ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عنه الانسان يكون حريص على فعل ما ينفعه ولذلك قال بعض اهل العلم ايضا في هذا الحديث لكن بمفهوم المخالفة طالما إن من علامات حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ما لا يعود عليه بنفع ما لا يعود عليه بفائدة كذلك من علامات حسن إسلام المرء أن يهتم بما يعود عليه بالنفع وبما له فيه مصلحة يبقى الإنسان يهتم بكل شيء فيه نفع له سواء النفع ده كان في أمور الدين أو في أمور الدنيا وده من علامات حسن إسلام المرء كذلك من حسن إسلام المرء ألا يهتم بالأشياء التي لا نفع له فيها سواء كانت بقى أفعال أو أقوال أو حتى كلام بيسمعه لأن النظر كتير من الناس للأسف ممكن تلاقيه بيتكلم وخلاص أو بيعمل وخلاص أو بيسمع وخلاص لو سألت طب فعلك طب قولك طب سماعك الحاجات دي فيها نفع ليك ولا مفعاش نفع أقولك لا والله سيح حاجة كذا الواحد بيضيع وقته انت مفروض انت تعمل الحاجة التي فيها نفع ليك تعمل الحاجة التي فيها فائدة ليك سواء كان في أمور الدين أو في أمور الدنيا يبقى من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أن الإنسان يشغل نفسه دايما بالحاجات النافعة ليه أن الإنسان لا يشغل نفسه بالحاجات التي لا نفع له فيها يبقى أي كلام ما فيش من وراء مصلحة وأي سماعة ما فيش من وراء مصلحة وأي فعل ما فيش من وراء مصلحة للإنسان يبقى من علامات حسن إسلامه إنه ما يشغلش باله به وما يهتمش به فده كان الحديث رقم 12 الحديث الذي بعده الحديث رقم 13 وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه الحديث ده من الأحاديث الجميلة اللي بيوضح طبيعة العلاقة اللي مفروض تكون بين المسلمين فالمسلم مفروض يحب للمسلم ما يحب لنفسه والمسلمة مفروض تحب للمسلمة ما تحب لنفسها ولكن العلماء لما بيشرحوا هذا الحديث بيقسموا الأمور اللي مفروض بقى الإنسان يحبها لغيره إلى نوعين أمور متعلقة بالدين وأمور متعلقة بالدنيا فلما بيتكلموا في الأمور المتعلقة بالدين فبيقولوا يجب على الإنسان أنه يحب لأخيه أنه يكون في حالة كويسة مع ربنا سبحانه وتعالى يعني أنت ما تتمناش أن أخوك يكون عاصل الله سبحانه وتعالى أو أن أنت ما تحبش أن أخوك يكون بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى أو أن أنت تحب أن أختك تكون بعيد عن الله سبحانه وتعالى ده حرام عليك بل يجب عليك أن أنت تحب لها أن تكون قريبة من الله سبحانه وتعالى وإنت يجب عليك أن أن تحب لصديقك أنه يكون من الطائعين لله سبحانه وتعالى فالأمور الدينية يجب على المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه يعني مثلا أنا أحب أن أكون من عباد الله الصالحين فلما أشوف صاحبي ما قولش باقي إيه ياريت هو باقي يبقى من العاصين علشان أنا أسبق عند ربنا سبحانه وتعالى الكلام ده غلط بل يجب علي أنا أن أنا أحب له أنه هو يكون برضو من الطائعين ده يجب علي لأن هذه المحبة متعلقة بالأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى من أمور الدين فأنا مش هحب له المعصية مش هحب له أنه هو يكون متجرع على الله سبحانه وتعالى مش هحب له أنه هو يكون بعيد عن الله سبحانه وتعالى بل يجب علي أن أحب له مثل ما أحب لنفسه ده بالنسبة للأمور الدينية طب بالنسبة للأمور الدنيوية يعني مثلا واحد من الناس ما شاء الله ربنا أكرمه وعمال يترقى في المناصب الدنيوية في الشغل يعني بقى مثلا مدير إدارة مثلا فهو عنده واحد صاحب دفعته أقل منه منزلة فهل هنا يجب عليه أنه هو يحب لصاحبه ده أنه هو برضو يبقى مدير إدارة العلماء هنا بيقولوا لا ده لا يجب لأن حب أن الإنسان يتقدم في أمور الدنيا ده حب مستحب مش واجب زي الأمور الدينية يعني أنا مستحب لي أنه أنا أحب الصديق ده أنه هو يبقى في نفس دركتي العلمية في الأمور الدنيا أحب الصديق ده أنه هو يبقى مثلا في نفس المنزلة من الثراء اللي أنا عايش فيها مثلا ده مستحب ده مستحب أنه أنا أحب له كده طيب لو ما حبت لهش كده بحكم الطابع البشري لأن الطابع البشري فينا موجود أن الإنسان ما بيحبش حد يكون أحسن منه في أمور الدنيا ولذلك سبحان الله تجد أن غالبا الناس لما بيتنفسه ما بيتنفسهش على أمور الدين بيتنفسه على أمور الدنيا فلان اشترى عربية عشرين واحد وعشرين لا أنا هشترى عربية عشرين اتنين وعشرين فلان اشترى مش عارف قطعة أرض فين أنا هشتري قطعتين أرض فين غالبا تنافس الناس للأسف بيكون في أمور الدنيا بيكون في أمور الدنيا فعلى ذلك مستحب للإنسان أنه هو يحب لأخيه من أمور الدنيا ما يحب لنفسه طيب لو ما حبلهوش يبقى هنا يغد زنب أو أنه هو كده يلحقه مثلا بذلك إثم لا للصحيح من كلام أهل العلم أنه لا يأخذ بذلك ذنب لأن الإنسان مستحب له أن يتمنى لأخيه من أمور الدنيا مثل ما عنده لكن في أمور الدين بقى في أمور الدين الموضوع مختلف لا بد أن أنت تحب له ويجب عليك أن أنت تحب له مثل ما تحب لنفسك فعلى ذلك تكون التفريقة بين أنواع الحب لأن بعض الناس لما بيقرأ الحديث ده بيقول طب إزاي طيب بس أنا في حاجات كده ما أظهر شيئا مثلا أنا ناجح مثلا في شغلي فهيبقى صعب علي أن أنا أحب له مثلا أنه يكون في نفسي مستوية من النجاح أيها العلماء بقى ريحه قالوا لك في أمور الدين يجب عليك أن أنت تحب له طب في أمور الدنيا لا مستحب مستحب يعني أنت لو عملت ده فده يدل على صفاء نفسك وعلى صفاء قلبك ويدل على أنك في منزلة عالية من الإيمان والإحسان أما إن لم تحب له أن يكون مثلك في أمور الدنيا فلا شيء عليك والله أعلم فكان ده نهاية الحديث الثلث عشر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يمن علينا بفضله سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته